اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مساعدة الاشقاء واغاثة المنكبين والذي يعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه الشعوب والدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف التي يمرون بها وحرص جلالته حفظه الله على تقديم العون والمساعدة للجميع انطلاقا من الروابط الاخوية والانسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وتأكيدا على العلاقات الاخوية بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان الشقيقة مؤكدا سموه على تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدر عاه الله لدعم جمهورية لبنان الشقيقة على جميع الاصعيدة ووقوف مملكة البحرين الى جانب الشعب اللبناني الشقيق في ازمته الانسانية ولتخفيف وطأة هذا الحادث الاليم الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية حيث تعمل المؤسسة الملكية للأعمال الانسانية على تجهيز شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة الى لبنان معربا سموه عن خلص تعازيه لجمهورية لبنان قيادة وحكومة وشعبا ولجميع أسر الضحايا من جانبه بيّن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الانسانية بأنه بناء على هذه المبادرة الملكية الكريمة وبتوجيه من سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة فقد تم العمل على تجهيز شحنة إغاثية عاجلة تحتوي على المواد الطبية اللازمة لمثل هذه الظروف الإنسانية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات والمؤسسات المختصة كما سيتم القيام بالعديد من المبادرات والجهود من أجل دعم ومساندة الشقاء في لبنان جراء هذا الحادث الأليم وذلك انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية لبنان الشقيقة وأشار الدكتور مصطفى السيد إلى أن مملكة البحرين كانت ولا زالت من الدول السباقة في مد يد العون ومساندة الأشقاء والأصدقاء في مختلف الظروف الإنسانية التي يمرون بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر